في جنون بيكتاح مساحة من شبكة الانترنت في عدد من دول العالم بقالوا سنتين تحديداً لأسباب بالنسبة لمعظم الناس غير مفهومة تعالوا نبص على السبع صور لقدامكم دول فكرتهم بسيطة خالص واحد صح من النوم الصبح وقرر يرسم صورة وحولها لانفتي وعرضها للبيع على مواقع بيع الانفتيس والسبع صور دول هم أعلى صور اتباعت كانفتيس خلال الأسبوع اللي فات ده من وقت تصوير الحلقة مثلاً أول صورة على اليمين بتاعة الارد اللي رقبت ونصة آلية ده اتباعت خلال الأسبوع اللي أنا بصور فيه الحلقة دي بمية تسعة واربعين ألف دولار صورة البنت اتباعت بتلتمية اربعة وخمسين ألف دولار والصورة اللي بعدها اللي اسمها اتباعت بربعمية ألف دولار دي مجرد عينة من آلاف الصور اللي بتتباع يومياً على مواقع بيع الانفتيس وهي ما فيهاش اختراع ولا أسرار كونية مجرد صورة بسيطة تصميم لحد أو رسمة ديجيتال عادية أو حتى رسوماته شخبطة لأطفال صغيرين فإيه الجنان اللي بيحصل ده؟ ممكن يوصل لفين؟ قبل ما جاوه خليني أحكي لكم قصة حتصدامكم ده مايك وينكن منه رسام رقمي ومصمم جرافك أمريكي معروف باسمه الأشهد بيبر في 2007 مايك كان شاب بسيطة عنده 26 سنة في أول السنة فكروا انه يبدأ روتين توثيق يومي بالتصميم لمدة 5000 يوم يوم الصبح من النوم يقعد يعمل تصميم أي تصميم رقمي من وحي خياله وينشره للناس ويخزنه عنده وينساهه ويبدأ اليوم اللي بعده وهكذا مايك بدأ فكرته دي في 1 مايو 2007 وحافظ على روتينه ده وصمم 5000 تصميم في 5000 يوم فعلا يعني تقريبا 14 سنة وكل يوم كانت مهاراته بتتطور وأعجاب الناس بتصميماته بيزيد واسمه بيتشهر أكتر يوم 21 فبراير 2021 مايك كان مخلص التحدي بتاعه وجمع كل تصميماته في لوحة واحدة وحولها لـ NFT وسماها Everyday the First 5000 Days وعرضها في مزاد بعدها بأربعة أيام في دار المزادات البريطانية الشهيرة كريستز الـ NFT ده يتبع في 11 مارس من نفس السنة برقم قياسي وصل لـ 69.3 مليون دولار أيوا الرقم زي ما سمعتوه كده قرابة السبعين مليون دولار وبقى التالت أغلى عمل فني اللي فنان لسه عايش وأول NFT يتبع عن طريق دار المزادات البريطانية العريقة كريستز أشهر دار مزادات في العالم دلوقتي كمان ما بقاش الشخص محتاج يرهق زهنه في تصميم يقعد وقت كبير زي عمنا بيبل في واحد مارس اللي فات أعلن سي زي الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة باينانس عن أداة جديدة مدعومة بالزكاء الاصطناعي اسمها بيكاسو هتقدر تصمم من خلالها وتحول تصميماتك لـ NFT وتعرضها للبيع على منصة باينانس الخاصة ببيع الـ NFT's للي ما يعرفش منكم باينانس فهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم أسسها سي زي في 2017 ودلوقتي المنصة عليها حجم تداول يومي بـ 70 مليار دولار فإيه بقى الـ NFT's دي؟ وإزاي بتتباع بالمبلغ المزهلة دي؟ وإيه أشكالها؟ وهل دي فن حقيقي؟ ولا فقاعة وحتنفجر في وش العالم؟ من غير ما يحس والناس اللي بيشتروا دول مجانين؟ ولا طبيعيين زينا؟ يعني ليه بيتفعوا الفلوس دي كلها في شوية صور؟ ممكن أنا وإنت وجميع سكان الكرة الأرضية ننزلها عادي على تليفوناتنا وأجهزتنا ونتفرج عليها ونبعثها لبعض على واتساب والسؤال الأهم بقى إزاي تطور استخدام الـ NFT وبقى داخل في سلاسل التوريد دلوقتي؟ دي عينة من الأسئلة المهمة جدا لقصة حلقتنا النهاردة واللي حنحاول نجاوب عليها مع بعض بس قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك في القناة اشتراككم مهم جدا وبطور من شغلنا وبفكركم إن كل حلقاتنا اللي فاتت مترجمة للإنجليزية فما تنسوش تشاركوها مع أصحابكم الأجانب وتعرفوهم علينا بأكد بس في البداية إن عمليات بيع وشيرة الـ NFTs متاحة بس في الدول المصرح فيها بتداول العملات المشفرة والـ NFT واللي الحلقة دي موجهة ليه أنا أشرف إبراهيم وده المخبر الاقتصادي حابب أشكر منصة باينانس أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم على رعاية الحلقة دي علشان أدخلكم عالم الـ NFTs بشكل سهل هدردش معاكم شوية عن حاجة عزيزة علي عدد كبير من حضراتكم بيسألني عليها دايما دي الساعة بتاعتي اللي متابع المخبر الاقتصادي من فترة فهو عينه متعودة عليها لإني بلبسها في كل الحلقات من فترة طويلة وهي عزيزة عليها جدا لإني اشترتها مع صديق في موقف معي ومن ساعتها صورت بيها أكتر من 350 حلقة وبمرور الوقت بقت جزء مني ومن هوية البرنامج وبحب ألبسها هي بالزاد في الحلقات رغم أن أنا عندي ساعات أحدث منها ولكن الساعة دي لها خصوصية عندي لو أنت عاوز تشتري ساعة زيها أو شبهها ياما حتروح محل ساعات أو حتدور على الإنترنت وتشتريها وحتلاقي فيه آلاف الساعات اللي زيها أو قريبة منها في التصميم واللون وبعسعار متفاوتة فالطبيعي أنك حتشتري أقرب واحدة لها لكن هل ده معناه أن الساعة بتاعتي قابلة للاستبدال؟ يعني ممكن أبدلها بأي ساعة تانية مع واحد صاحبي مثلا؟ الحقيقة لأ ساعتي غير قابلة للاستبدال ليه بقى؟ لأن دي مش مجرد ساعة وخلاص وإنما لها قيمة معنوية وعاطفية عندي وبالتالي فهي ندرة جدا بالنسبالي وكلنا تقريبا عندنا حاجات زي دي بالظبط مرتبطة بذكريات أو أحداث معينة ولو حد عرض عليكم أضعاف تمنها فغالبا مش هتوفقوا تفرطوا فيها علشان كده الحاجات دي بنوصفها بغير قابلة للاستبدال وفي الاقتصاد كل الحاجات بتنقسم لقسمية إما أشياء قابلة للاستبدال بسهولة أو غير قابلة للاستبدال لندرتها يعني الحاجات اليومية اللي بنكلها أو بنشربها أو فئات العملات مثلا معظمها قابل للاستبدال بيطلع من المنتج الواحد أعداد مهولة من المصانع بتاعته يومية لكن لو بصنا لشيء زي لوحة الموناليزة اللي قدامنا دي هل نقدر نبدلها عادي بأي لوحة موناليزة تانية رسمها أي حد؟ أكيد لأ اللوحة الأصلية هي لوحة واحدة بس في العالم وبالتالي فهي غير قابلة للاستبدال أو non-fungible من هنا جت تسمية الـ NFTs الـ NFTs هي اختصال لـ non-fungible tokens أو الرموز غير القابلة للاستبدال وهي عبارة عن أصول رقمية بيتم تخزينها على سلسلة الكتل بلوكتشاه يعني ايه برضو؟ يعني أي حاجة نقدر نحولها لـ NFT بس لازم تكون نادرة علشان تتباع أو يكون لها قيمة عند حد تاني فيدفع فيها فلوس يعني تكون فريدة من نوعها ومفيش منها اتنين أو غير قابلة للاستبدال لقيمتها الفنية أو المعنوية أو الاتنين مع بعض زي الساعة بتاعت دي اللي لها قيمة معنوية عندي وقيمة جمهرية عندكم فممكن أحولها لـ NFT هنا بقى الـ NFTs أو الرموز غير القابلة للاستبدال تعتبر زي شهادات ملكية للأصول سواء كانت الأصول دي افتراضية زي الصور اللي بدأنا بيها الحلقة أو مادية زي الساعة بتاعت دي فأنا لما أجأ بيعها معناه أني ببيع الملكية دي لحد تاني طب إزاي هحول الحاجة اللي معايا سواء كانت أصل رقمي أو افتراضي أو أصل مادي ولتكن الساعة بتاعت دي لـ NFT الحقيقة أن الخطوات بسيطة جدا الخطوة رقم واحد لو شيء مادي زي الساعة هاوم صورها إما فيديو 3D أو هاخد لها مجموعة صور لكن لو مثلاً حعمل NFT لصورة معايا على التليفون أو صورة أنا رسمتها على برنامج أو تصميم رقمي فمش محتاجة صورها بطبيعة الحال الخطوة رقم اثنين بحول الصور اللي أنا أخدتها مثلاً للساعة بتاعتي لـ NFT إزاي بقى؟ عن طريق أني بدخل على منصة متخصصة في الـ NFTs زي منصة Binance NFT وبرفع مجموعة أو كليكشن الصور بتاعة الساعة عليها وبكتب وصف دقيق للساعة نفسها وخصائص أجزائها وماكمة الندرة بتاعتها بعد كده المنصة نفسها بترفعها على البلوكتشين أو سلسلة الكتر البلوكتشين باختصار شديد هو سجل للاحتفاظ بالبيانات والمعلومات اللي منها بيانات الـ NFT أو الرمز غير القابل للاستبداد وبكده بقيت أنت الوحيد في العالم اللي مالك للـ NFT ده والعالم كله يقدر يدخل ويتأكد من ملكيتك ليه ومستحيل حد يسرقه أو يخترقه وهو مش مع المفاتيح علشان تعرفوا بالتفصيل إيه هي سلسلة الكتر أو البلوكتشين والمفاتيح وغيرها ضروري تتفرجوا على حلقات سلسلة الكريبتو اللي وضحت فيها بشكل بسيط جداً عالم العملات المشفرة والبلوكتشين أعراضنا ثمان حلقات مكملين بعض وحنكمل السلسلة القرية بإذن الله هتلاقوا حلقات السلسلة هنا بعد ما تعمل اللي فات ده كله مبروك بقى معاك NFT إما تستخدمها استخدام شخصي زي مثلاً تغير صورة الدورفايل زي تويتر مثلاً وإما تقرر تبيعها وساعتها ممكن تحتفظ بيها بشكل مؤقت مثلاً هتقول للناس إنك عندك رمزة غير قابل للاستبدال أو NFT بس مش هتبيعه دلوقتي علشان عدد كبير من الناس يعرف بوجوده الأول وبعدين تبيعه علشان تاخد فيه أعلى سعر يعني مثلاً فاكرين الصورة دي أوتوجليف اللي تكلمنا عليها في المقدمة الراجل اللي عمل لها منتنج يعني حولها NFT من أربع سنين فضل مسقعها فترة وآخر سعر تباعت به كربعمائة ألف دولار زي ما وضحنا فده كده خيار فيه خيار تاني بعد ما تعمل NFT إنك تبيعها رمزة على طول وساعتها ترفعه على موقع من مواقع بيع الأنفتيز كما زاد وتحدد السعر المبدئي أو الأسك أو الفيرست برايس وطبعاً البيع والشيرة بيتم من خلال العملات المشفرة زي الإيثر مثلاً وممكن كمان أضيف لها شرط رويلتس برسنتج اللي هو عبارة عن أني أخد نسبة مقاوية معينة من ثمن البيع في كل مرة تتباع فيها الأنفتي دي بعد كده فيه منصات كتير مشهورة لبيع وشيرة الأنفتيز زي منصة باينانس أينفتي طبعاً البيانات اللي قدامنا دي بتتغير مستب فدي البيانات وقت تصوير الحلقة مثلاً العمود اللي على الشمال تحت التوب كوليكشنز هتلاقي أسماء الشركات المنتجة للأنفتيز أو الملاك بتوع الأنفتيز يعني لو رفعت الأنفتي بتاعة ساعة دي وربنا كرمنا وكان عليها كمية تداول كبيرة فحنلاقي المخبر الاقتصادي على الشمال كده مع الشركات دي العمود التاني فيه كمية المبيعات اللي تمت في الـ 24 ساعة للكوليكشن أو المجموعة دي من الأنفتيز زي ما احنا شايفين أول مجموعة اتباع منها بما يعادل 6,000 إيثر أو 9.7 مليون دولار في 24 ساعة العمود اللي بعد كده بيقس نسبة التغير في المبيعات العمود اللي بعد كده هو أقل سعر الأنفتي موجودة في الكوليكشن أو المجموعة دي وهو هنا حوالي 24 ألف دولار العمود اللي بعده بيعبر عن نسبة التغير في سعر أقل الأنفتي العمود اللي بعد كده اللي هو الأونرس أو عدد الملاك اللي موجودين في المجموعة دي وهم هنا اتنين بس آخر عمود هو عدد الأنفتيز في المجموعة دي وهنا 10,000 إنفتيز طيب أنا عملت ساعة إنفتي قبل تصوير الحلقة مباشرة ورفعتها على منصة باينانس إنفتي زي ما انتوا شايفين تجربة عملية قدامكم هنا في سؤال بيفرض نفسه هل حبيع الساعة كإنفتي يعني صورة بس ولا حبيعها ومعها الساعة نفسها كأصل مادي ده بيكون على حسب اختياري ممكن أبيعها كإنفتي بس وممكن أبيعها كإنفتي ومعها الساعة نفسها طيب أنا كأشرف هعمل إيه في الساعة دي أنا حبيعها كإنفتي ومعها الساعة نفسها لسبب مهم جدا وخيري هتعرفوه في نهاية الحلقة علشان كده ضروري تكمله معايا للآخر هنا حد ممكن يسألني سؤال حلو قوي وبديه ليه أشرف فيه شخص بالغ عاقل ممكن يدفع في أي صورة فلوس علشان يبقى مالك أصل للصورة دي في حين أنه يقدر يشوفها على الإنترنت عادي أو يخد لها سكرينشوت ويستخدمها بشكل مجاني تماما مبدئيا كده أي حاجة لها قيمة بين الناس في الحياة عموما فهي قيمتها مستمدة من فكرة إن الناس اتفقت أو قررت إنها لقى قيمة بمنطقة البساطة يعني مثلا بصوا على صورة الأرد الزهقان ده بورد إيب 8817 بأي منطق الصورة اللي قدام حضراتكم دي تتباع كينف تي في أكتوبر 2021 بتلاتة فاصل أربعة مليون دولار يعني ليه أنا أدفع مبلغ زي ده في صورة أرد بوساطة لإن في مجموعة من الناس قرروا إن الصورة دي لها قيمة سواء اتفقت أو اختلفت مع ده وبغض النظر عن رأينا فيه وبدأوا يزايدوا عليها لحد ما سعرها وصل لكده واتباعت نفس فكرة لوحة الموناليزا هي واحدة من أكتر الأعمال الفنية قيمة في العالم وهي أغلى لوحة في العالم مع إنها مش للبيع وسعرها التقديري حوالي 860 مليون دولار تمتخيلين المبلغ يا جماعة قرابة مليار دولار في شيء هو في الأول والآخر لو بصتله بشكل مجرد عبر عن قماش وخشب وطلاق طب ليه الرقم الخرافي ده لأن ببساطة مجموعة كبيرة من الناس العادية ومحب الفن والخبراء وغيرهم قرروا إنها الأكثر قيمة في العالم لأسباب معينة نفس الفكرة بتحصل ولكن من خلال التكنولوجيا في شكل أصور رقمية أو فن رقمي هو الانفتيز الخاصة بالصور والموسيقى والمواد الإبداعية ثانية واحدة إيه ده هو فيه موسيقى أو حاجات تانية غير الصور والرسومات بتتعامل انفتيز الإجابة عايوة ممكن الانفتيز تكون مثلاً قطعة موسيقية عادي جد زي بعض قطعة المطربة الكندية جرايمز اللي تباعت في مارس 2021 كانفتيز مقابل 6 مليون دولار وممكن تبقى بوست على فيسبوك أو تغريد على تويتر مثلاً زي التغريد الأولى على تويتر لأحد مؤسس الموقع جاك دورسي اللي تباعت بـ 2.9 مليون دولار مع ملاحظة إن ده برضو كان في مارس 2021 هو الوقت اللي كانت فيه ظاهرة الانفتيز منتشرة وليها زخم واسع جداً طبعاً في 2022 سوى الانفتيز تراجع بشدة وفقد الزخم ده علشان كده مثلاً نلاقي الانفتي بتاعة تويتر دلوقتي سعره تخسف بالأرض وما فيش حد عاوز يشتريه وممكن الانفتي يكون مقطع فيديو على اليوتيوب زي مقطع شهير عنوانه شرلي بيت مايفينجر هو اللي قدامنا ده كانت عرض سنة 2007 على اليوتيوب وهو لسه موقع ناشئ وفي طفلين واحد فيهم بيغضوا صبع أخوه بس كده ده كل الأكشن وفي مايو 2021 المقطع تبعت حقوقه وانتقلت ملكياته كانفتي من على اليوتيوب ب761 ألف دولار تعريباً وممكن الانفتيز تكون أغراض في لعبة زي لعبة أكسي إنفينتي كل الملابس اللي في اللعبة وتغيير أشكال الشخصيات وغيرها بيت بيعوا كانفتيز وممكن يكون الغرض من بيع الانفتيز هو جمع الأموال للأعمال الخيري وده اللي حنعمله في نهاية الحلقة بالمناسبة مش عايز أطول عليكم أكتر من كده بس قبل ما انهي الحلقة لازم نقف شوية هنا على ملاحظة همهد بها للجزء التاني من الموضوع ده الجنون اللي فده كله حاجة واللي بالمناسبة في نهاية شايفة فقاعة وحتنفجر في أي لحظة والفايدة الحقيقية من وجهة نظري للانفتي حاجة تانية خالص يعني أنا بالنسبة للفايدة في إجابات أسئلة زي مثلا إزاي التقنية دي اتطورت وبقت تدخل في سلاسل التوريد وفي الصناعات دلوقتي حين في ثورة بدأت تحصل وبتزيد أهميتها بمرور الوقت إزاي بيتم استخدامها في تتبع مصدر الأغذية أو الأدوية أو الملابس مثلا وإزاي بتستخدم في مجال العقارات إزاي الانفتيز بتقضي على الشركات الاحتيالية اللي بتغرق الأسواق بمكوناته أجزاء ومنتجات مقلدة وبالتالي بتحمي الشركات الكويسة وبتمنع عنها خسائر ضخمة بسبب تقليد منتجاتها إزاي الانفتيز بتمنع عملت الأطفال وبتحسن من ظروف العمل في الدول الفقيرة زي بعض الدول الإفريقية مثلا وإزاي بتساهم في دفعة السياحة والاقتصاد في دولة زي اليابان مثلا ده الأهم عندي طبعا وده موضوع عايز حلقة لوحده لأنه مهم جدا جدا ولو وضحته هنا بسرعة في نهاية الحلقة فأنا كده بظلمه تماما فأنا هعمل حلقة تانية إن شاء الله عن ثورة الانفتيز في سلاسل التوريت وبرضه عرفونا رأيكم في التعليقات لو حابين تشوفوها وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان تتابعوا الحلقة أول ما نعملها بتجي لي أسئلة كتير جدا عن الساعة بتاعتي وزي ما شرحت أول الحلقة كمدخل لها إنها مش ساعة غالية أو ماركة مثلا لكن هي ساعة لها عندي ذكرى جميلة وقيمة خاصة فأنا قررت أعمل NFT ليها على منصة باينانس NFT وأفتح مزاد عليه وحبيع الانفتي ده بأعلى ساعة لأعلى مزايد ومع الساعة نفسها المزاد ده هنفتحه قريب جدا إن شاء الله لحد ما أكبر عدد من الناس يعرفوا بالموضوع والجهة اللي حيتم التبرع عليها بقيمة الساعة نفسها والانفتي هي مؤسسة مرسال مؤسسة مرسال اللي ما أعرفش من حضراتكم هي أول مؤسسة خيرية في مصر تتخصص في علاج المرضى الفقراء جدا وغير القادرين من مختلف الأعمار والجنسيات يعني مش المرضى المصريين بس وعندهم فريق ممتاز وبحث حالة دقيق ونظام إدارة جيد جدا لضمان وصول العلاج لمستحقيه وتوزيع التبرعات بأقصى قدر من العدالة هنحط لكم روابط صفحات المؤسسة على المنصات المختلفة في صندوق الوصف تقدروا تزوروها وتتأكدوا بنفسكم فإن شاء الله قيمة المزاد بالكامل هتروح للمؤسسة وحنأكد ده بعد ما يتم بطرق توسيق مختلفة في النهاية ريت لو أعجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وأهم حاجة تحكوا لأصحابكم وحبابكم عننا يمكن يستفيدوا ما تنسوش تستيركوا في القناة علشان تشوفوا كل حلقاتنا السلام اشتركوا في القناة